وما زلنا في شأن العربي والدولي ومن روسيا اليوم نقرأ وزير الخارجية الروسي في أول زيارة إلى دولة خليجية وصل وزير الخارجية السوري فايصل المقداد إلى سلطنة عمان وهي أول زيارة له إلى بلد عربي وخليجي بعد تسلبه منصبه خلفا للوزير الراحل وليد المعلم أعلنت تلفزيون السوري أن المقداد والوفد المرافقة له وصل إلى مطار العاصمة العمانية مصد قد في زيارة تستغرق عدة أيام وسلطنة عمان هي أول دولة عربية وخليجية تعيد سفيرها إلى دمشق في أكتوبر الماضي بعدما كانت قد خفضت تمثيلها في سوريا عام 2012 إثر الأزمة التي انتلعت في البلاد شأن دول عربية أخرى قاطعت سوريا